بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يبد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أشهى الذي نسل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا موزرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافزون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزجناها للنازلين وحفزناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإما شيء إلا عندنا خزائنه خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواكح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما آتم له بخازنين وإنا لنحن نحجي ونميت ونحن البارثون ولقد علمنا المستقدمين معكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والزان خلقناهما قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سبيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنسرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الموزرين إلى يوم البقت المعلوم قال رب بما أغبيتني لأسشنن لهم في الأرض ولأغبينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلسين قال هذا صراط علش مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم شلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المنتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخبالا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصبا وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا تغجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القاندين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبهم أشهى المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم من مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم موكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بكتع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحدا وامدوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإذا كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الزبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيتوا فاسفح السفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العزيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم ولا تحسن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما آسلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عدين فبربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق سدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العزيم